اشتركوا في القناة للاسرة دياله الكبيرة والصغيرة وخصوصا لأم دياله والأخوات دياله أشعر نقول لك أولا أنا تنعف لأسرة دياله استقبلني في داره عدي سنوات في جديدة أسرة اللي عمره دار أسرة محترمة التهوة أيضا أنا نقول لك هو طيب صراحة كل ولكن الرجل ما كانش عارف كيف يصير لحيات دياله ما غاديش نقول أكثر من هذا لإنه أذكره موتاكم بخير سيحمد جواد عنده عنده ميقول في مجال الثقافة رجل عصامي بمعنى أنه راها من الإعداد يخرج من كمشة دياله ولكن قف نفسه قردته قرى نفسه وهذا يحسب له عنده معارف مهمة جدا ومن على الشخصيات رات نقول لك مستيبن زكري الله رحمه حقوق الإنسان من اللي جاء من بعده على الجامعي ما بغش نذكر أسماء ربما المقام لا يسمح عنده ولكن الله يرحمه ولكن ما عرفش يستغل هذه العلاقات ما هي أجل الزملاء تياله بالأصدقاء هذه مسألة أنا تنقول لك يعني هذه ملاحظة تلاحظها يعني هو خسر جميع الأصدقاء صراحة خسر كثير من الأصدقاء مع الأسف والشير ممكن تشاهد بيه مراته هو خسر جميع من الأصدقاء وخسر الزملاء دياله من في عالي ربما كانت يعني من مضارئ مرض نفسي كان نخصهم شي معالج نفسي ربما وإلى آخره ولكن معالج نفسي رتي طلبتها هو مادة هو حاجة لمادة فأيضا نعود نكرر معكم تتما كيف قررت مع المنابر سابقة أنه تنتمنهم من الوزارة أنه تساعد الزوجة دياله وهذا الإبنة دياله اليتيمة اللي بقات الإبن دياله ربما كبر 22 عام لم قص أولاداته ولكن الزوجة الأرمالة والبنت مسى 12 عام أو 10 سنين فإلى يشوفوا من حالهم يساعدهم على الأقل على السكن باش ميبقوش من الملحين في ديور الكراء يكونوا داروا واحد العمل كبير في هذا الشهر الكريم الإخوان السلام عليكم بالأسف كان خصنا نطلقه في أنشطنا اللي هي كان مرسوها يوميا نصيطنا التقافية والمصرحية بالأسف نحن نطلقه إلا في المآسي اليوم بالنسبة لي أو 27 مارس اللي كيحتفلوا فيه الفنانة باليوم العالمي المصرح كان مئساة بالنسبة للفنانين المغاربة وذلك بضيع أحد المهتمين أو أحد الفاعلين التقافيين في هذا البلاد اللي هو الفنان حمد جواد رحمة الله عليه بالأسف ما كن ناش بغي نوصلوا لهذه الدرجة لو كان يفتحوا مع السيد حوار السيد مدة هو كي يناشد المسؤولين كي يصفطهم في رسائل كي يقوم بالإحتجاجات كي يكتب على الصفحة ديالو على الأقل كانوا يستقبلوا هذا السيد ويشوفوا ويشوفوا شنو 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 بغا داب أخويا رحمة الله عليه ربما يتشل عندي من قول فاتسعدادي لأنني في حالة ما قدرش أخويا نقول لك أنتو ما تقوم تمشيوا للوزارة والوزارة والوزير يعطيكم الأسباب را عندو الأطنان ديال الرسائل اللي كان كي وضع لها جواد يوميا